استشهاد 22 فلسطينيا في أربع مجازر للاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال 24 ساعة وقوات الاحتلال تمنع خطيب الأقصى من دخول المسجد ستة أشهر بسبب نعيه استشهاد القائد إسماعيل هنية أكثر من 30 حالة وفاة وخمسة مفقودين في فيضانات الحديدة وسلطات المحافظة تدعو الحوثي لفتح طريق حيس الجراحي لإغاثة المتضررين وفي البيضاء التوتر مستمر في قرية حمد سرار بعد يوم من الاشتباكات بين القبائل وميليشيا الحوثي مشارة التاسعة من قناة من شباب أهلا بكم معكم شيمة أمين وعمار روحاني أهلا بكم البداية من أخير التطورات في الأراضي الفلسطينية أعلنت وزارة الصحة في غزان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 22 شهيدا و77 مصابا في الأربع والعشرين ساعة الماضية وذكرت الوزارة في تصريح صحفي أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى تسعة وثلاثين ألفا وستمائة وتسعة وتسعين شهيدا وواحد وتسعين ألفا وسبعمائة واثنين وعشرين مصابا منذ سابع من أكتوبر الماضي رصد مراسل من شباب في قطاع غزة نزوحا تحت القصف لعشرات الألاف من سكان شرق وشمال مدينة خنيونس بعد إعلان الاحتلال تنفيذ عملية عسكرية حمد الله على السلام يا حاج حاجتنا نازح الآن نازح من وين جاي يا حاج من العبسار هو رايح الآن كيف الوضع مشترقية حمد الله على السلامتك من وين جاي يا حاج كيف الوضع مشترقية والله نزوح ناس تنزح. وين رايح الان انت? البحر مساعدة. طب في قصف يا حاجب الشرقية? والله امرأة هيك امرأة هيك. طب كيف طريق النزوح اللي جاي ماشي شايفك? ماشي صعيب. كيف مورك وكيف اهل لك? الحمد لله والله ربك بالصراصة. ايش ننسوه زين زين نسوه. هذا النزوح هذا القيارة ما قداش في خلال الاسبعين? والله نتعبش. هما ننزحنا. اتعبتو يا حاج? تعبنا والله. الحمد لله. انا جاي من عرسان الصغيرة. كيف الوضع احنا? كليش طلعت? والله الوضع احنا دوبنا قاعدين في المدرسة في المستواء. لون الدبابات خاشة من غير نزار ولا حاجة. يعني دوب صلعنا بالله في زي متى الشاية. طلعت تحت القصف يعني? تحت القصف طلعت? اه تحت القصف زي متى شايف. في الناس يعني فيه جرحة ضالين في المدرسة عيننا فيه على المفترقات قادرين جرحة. ومش حدش قادر يجيبهم كمان. انت وين رايح الان? انت وين رايح على البحر. على الوضع. فيه واسع بالمواسط طيب؟ والله بنا نحن ندبر حانس. عارف لا فيه واسع ولا فيه حاجة. مش تسبوع الماضي رجعتوا عبيوت كنتو لسه. رجعتنا وقالوا بلعني باحب الدين. وهو قاعد هنا فيش غطة ولا حاجة. وقاعد عارف الشارع قاعد هنا. وروح قل فيه مقاعدة غير ما فيها. لو فوق الردس. فوق عدد بس. عما هنا فيش. المواسطة فيش فيها ولا حاجة معدومة. مش فيها خدمات السفر خدمت فيها. ايه. عندنا سيلا. كيف الوضع طمنا هنا؟ والله دولة بتدبابات طلعوا على السلك. ووصلوا تقريبا يعني منطقة الزنة. فاطلعنا من المنطقة. فيه ضرب لنطلع ايه? فيه ضرب لنطلع الخصف؟ اه طبعا. فلنت وين رايح الان؟ على مواسطة صلبة. فيه لك مكان فيه لك خلال؟ لا والله. ايش مكان؟ كدش معك اولاد؟ معي ثلاثة اولاد وانا اوان اوان اوان. كيف الوضع الشرقية؟ والله اولاد. اولاد حدرية. من وين جاي انت؟ من بانسيالي جاي. كيف الوضع بانسيالي يعني؟ فيه قصف؟ فيه قصف؟ وناس اللي تجرب في الطريق الخطيري وطنياط وولايات. طب ورا حين الان انتم؟ وننتبه خان على الشارع وين نروح. طب فيه المواسطة فيها وسطة حسب علمك؟ ومضانة فيش من الشوارع. كيف الوضع نشارك خان يونس؟ وضع تصل عينا اللي يود الجيش الاحتلال قال غادروا المنطقة فورا. وحنا جايين رمع علينا متفعية من الدبابات الاسرائيلية. يعني نزاحة تحت القصف؟ تحت القصف. طب انت وين رايح الان؟ والله ما نعرفين اين رايحين ارام قصائلة. المواسطة هاي بش متططة مزدحمة بالناس؟ والله جاي ماشى من غادي. من الشرقية؟ من الشرقية. وين ماشيين دولين هماوة نبعت فيها. هذا نزوح الخمقية تش خلال الاسبعين؟ الاسبعين الاسبعين الارضة الرابعة. حين الله. الحمد للعسلام. كشف محامي خطيب المسجد الاقصى شيخ عكرم صبري خالد زبارقة ان شرطة الاحتلال قررت منع خطيب المسجد الاقصى من دخول المسجد وباحاته لمدة ستة اشهر. وافرجت قوات الاحتلال مطلع الشهر الجاري عن الشيخ عكرم صبري بعد ساعات من اعتقاله وقررت بعاده عن الاقصى ستة اشهر. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء الجمعة الماضي الشيخ عكرم صبري بعد ساعات من القائه خطبة الجمعة. ونعيه لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية والذي اغتاله الاحتلال في العاصمة الايرانية طهران. اقتحم عشرات المستوطنين الصهاين اليوم الخميس المسجد الاقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي. وبحسب مصادر مقدسية فقد اقتحم مستوطنون الاقصى على شكل مجموعات بما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة الى فكنة عسكرية ونشرت مئات عناصرها على مسافات متقاربة. وشددت قوات الاحتلال اجراءاتها العسكرية عند ابواب المسجد الاقصى وابواب البلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين. وفي الشأن المحلي والبداية بملف الفيضانات والتي اجتاحت العديد من المناطق الغربية لليمن في الحديدة وحجة وتعز والتي لم تتكشف حتى الان حصيلة الخسائر والاضرار الناجمة عنها. وفي حصيلة اولية اعلنت ميليش الحوثي ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق سيطرتها الى ثلاثين شخصا. بالاضافة الى فقدان خمسة اخرين ونزوح سكان اكثر من خمسمائة منزل بعد انهيارها. اما السلطات الشرعية في المدينية المحررة بالمحافظة فتقول انها احصت اضرارا لأكثر من الف وخمسمائة اسرة في مدينية حيس. بالاضافة الى تدمير واسع في الممتلكات والاراضي الزراعية حسب ما اكده وكيل محافظة الحديدة وليد القديم. من جهتها فادت كتلة المأوى في اليمن في تغريدة على حسابها في منصة اكس. بتأثر اكثر من اربعة وسبعين الف شخص بشدة. بسبب الفيضانات والعواصف الرملية في عدد من المحافظات اليمنية على مدى الاسابيع الثلاثة الماضية. هذا هو اطلقت السلطات في محافظة الحديدة نداء الى ميليشيا الحوثي للهبيل. لفتح الطريق بين مديريتي حيس والجراحي من اجل تسهيل اعمال الاغاثة. وقال وكيل المحافظة وليد القديم ان الوضع مزرن. ونوجه نداء لميليشيا الحوثي لفتح الطريق بين حيس والجراحي. لاغاثة المتضررين من السيول. اضف في تدوينة له على منصة اكس ان الكارثة كبيرة. ووضع المواطنين مزرن. وسندعو كل المنظمات المحلية والدولية لتدخل العاجل والمرور من هذا الطريق. ونرجو عدم اعاقتها او مصادرة هذه المساعدة. والاربعاء كشفت الحكومة عن اتصالات مستمرة بين السلطات والجهات الإغاثية المعنية. مع مكتب المبعوث الخاص لامم المتحدة. لتمكين المنظمات الإغاثية من تقديم المساعدة. والتدخلات الإنسانية اللازمة للمتضررين في المناطق الخاضعة بالقوة. لسيطرة الميليشيا الحوثية. من جهة ثانية أطلق أعضاء في مجلس النواب مطالب لمجلس القيادة الرئاسي. بإعلان اتهامة منطقة منكوبة بعد الفيطانات التي شهدتها في اليومين الماضيين. ذكر ذلك النائب شوق القاضي في تدوينة على منصة اكس. وأفاد فيها بوجود دعوات من أعضاء البلمان. يطالبون فيها مجلس القيادة الرئاسي إعلان اتهامة. منطقة منكوبة على خلفية الأضرار التي تسببت بها سيول الأمطار. وأشار القاضي إلى أن الدعوات البرلمانية شملت أيضا المطالبة بتشكيل فريق إدارة أزمة للتواصل مع المبعوث الأممي. وممثل الرباعية وسلطنة عمان والمعنيين للتنسيق مع عصابة الحوث الإيرانية. لإنقاذ الضحايا وتقديم المساعدة للمنكوب. يأتي هذا في من تقد نشطون التحالف العربي الذي تقوده السعودية. بسبب تقاعسه حتى الآن عن تسيير أي حملات نغاثية للمتضررين في المناطق المنكوبة بسيول. مشيرين إلى أن التحالف غير مكترث بمعاناة اليمنيين. ومنها المعاناة التي سببتها السيول. بعد أن كانوا ينتظرون غيث السماء وإرواء أرضهم وحقولهم. بات الأهالي في مناطق تهاما ينتظرون غيث المنظمات والحكومة. وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء فياضانات الأمطار. بينما يغسلون أيديهم من الميليشيا الحوثية التي نهبت الأرض والمال لصالح إثراء قياداتها. أوضاع مأساوية يعيشها أبناء تهامة. نتيجة الفيضانات والأمطار الغزيرة التي جهدتها مدينة الحديدة. ولا منقذ لهم مما حل بهم من الكارثة. في الوقت الذي تقف فيه ميليشيا الحوثية موقف المتفرج. والتي لا تجد سوى نهب الأموال والإرادات والتسلط على ممتلكاتهم. أمطار وسيول جارفة. خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة. حولت أراد ومزارع وقرا بأكملها إلى بحر من المياه. دمرت المنازل وجرفت مع ساكنيها. أسر أصبحت بلا مأوى في ليلة وضحاها. مواش وأبقار تحاول البحث عن بصيص أمل ترفع رأسها نحو السماء. وكأنها تدعو الله أن ينقذ هذه البلدة من محل بها. ووفقا لإحصائية أولية من مدينة الحديدة. فإن السيول الجارفة أودت بحياة خمسة وأربعين شخصا وفقدان خمسة آخرين. ونزوح أكثر من خمسمائة أسرة فيما الممتلكات التي اضطمرت ودمرت. والمواش والأبقار التي نفقت لا توجد لها أي إحصائية حتى الآن. يشار إلى أن المناطق الوقعة بين الدريهمي والجراحي كانت الأكثر تضررا تحديدا قرى المنصورية والسخنية واللاوية والحسينية والعباسي وزبيد وبيت الفقيه والتحيتاء. لقد نكب أبناء الحديدة بأمطار وفيضانات بقدرة ربانية دمرت وطمرت ما يملكون من أراضا ومزارع ومنازل أغلبها مبنية من العش والطين. مثل ما نكبت هذه البلاد بنخب سياسية متسلطة. لا تجد سوى النهب والبطش. تناوبت الحكم طوال العقود الماضية. آخرها مليشة الحوثي التي مارست بحق أبناء اتهامة كل أنواع البطش والتهميش والنهب الممنهج. لقد نهبت هذه المليشة في الحديدة الأرض وما تزرعه والموانئ وما تجلبه من أموال وإرادات والبحر وما يأتي به من خير. وتركت أبناء اتهامة يواجهون مصيرهم المحتوم الذين لا يستطيعون فعل شيء سوى الاستسلام لعجزهم في انتظار الموت أو فرج يأتيهم من السماء. وفي حجة ذكرت مصادر محلية أن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ألحقت أضرارا بنحو ثمانية آلاف منزل. وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الاثنين أربع مديريات بشمال المحافظة مناطق منكوبة بفعل الأمطار والسيول التي اشتاحتها منذ مطلع الأسبوع الجاري. ما أسفر عن تضرر نحو ألفي أسرة في حينه. يأتي هذا بينما قال صندوق الأمم المتحدة للسكان أن سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظات الحديدة وريمة والمحويت. تسببت بوفاة وإصابة العشرات وتدمير وتضرر آلاف المنازل والمزارع والممتلكات ونزوح وتشرد آلاف العائلات. تسببت السيول والفيضانات التي شهدتها مديرية ميدي بمحافظة حجة تسببت بأضرار كبيرة في مزارع وممتلكات المواطنين ومساكنهم. من بينها تلف نصف طن من السمسم لأحد المزارع. وقال المزارع عبد الربو فايد في تصريح خاص ليمن شبابين الأمطار الغزيرة أدت إلى تلف نصف طن من محصول مادة السمسم التي حصدها خلال الأشهر الماضية. جراء السيول التي داهمت قريته فجأة بعزلة بني فايد في مدرية ميدي. أضف فايد أن منزله تعرض لأضرار كبيرة بسبب السيول إضافة إلى تلف محصوله من مادة السمسم المخزون لديه كما جرفت مزرعته. وتعيش آلاف الأسر شمالي حجة أو ضاع مأساوية جراء سيول الأمطار التي فاقمت من معاناتهم في القرى وأماكن النزوح دون تلقي أي دعم من المنظمات الإنسانية والجهات المعنية. وفي موضوع آخر في محافظة البيضاء يتواصل التوتر في قرية حمد سرار بمدرية ولد ربيع على خلفية الاشتباكات التي اندلعت يوم أمس. فيما تفرض ميليشيا الحوثي حصاراً على القرية بهدف اختطاف سبعة من رجال القبائل. وقالت مصادر محلية إن قبائل قيف ترفض تسليم أي من رجالها لميليشيا الحوثي. وتؤكد تمسكها بخروج الميليشيا من جميع مناطقهم بعد الجرائم والتعسفات التي يمارسها عناصر الميليشيا ضد الأهالي. وأفادت المصادر عن تدخل وساطة قبلية يقودها الشيخ خالد عبد الواسع الطيري والشيخ صادق أحمد ناصر الذهب والشيخ علي فضل الجبري وآخرون. حيث يقودون مفاوضات مع الأهالي بعد مطالبة ميليشيا الحوثي بتسليم سبعة من رجال القبائل. اتهمتهم بقتل مسلحيها بعد تمترسهم في منارة المسجد. يشار إلى أن المواجهات اندلعت عقب قتل الحوثيين اثنين من رجال القبائل في حاجز تفتيش قبل أن تتداعى القبائل وتشتبك مع عناصر الميليشيا وتقتل عددا منهم. عسكريا أحبطت وحدات عسكرية تابعة لمحور تعز في الساعات الماضية محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الرهابية غربي المدينة. وقال مصدر عسكري إن الجيش أحبط محاولة تسلل للميليشيا إلى مواقعه في منطقة المطار القديم وقتل على إثن ذلك اثنين من العناصر الحوثية المتسللة. تأتي الهجوم الحوثي امتدادا للتصعيد الميداني للميليشيا على مواقع الجيش الوطني والذي ازداد عقب فتح الطريق إلى منطقة الحوبان الثالث عشر من يونيو الماضي. وكانت مصادر عسكرية قد كشفت مؤخرا عن دفع الميليشيا الحوثية تعزيزات بشرية وأسلحة ومعدات ثقيلة إلى الجبهة الغربية بتاعز وإلى جبهة الضباب. اشهدت قيادة محور تعز العسكري باهتمام اللواء 22 ميكا في صقل مهارات منتسبي وحرصية على التمارين التكتيكية المهمة. وقال رئيس واركان محور تعز الواء عبد العزيز مجيدي إن اللواء 22 ميكا يعتبر سباقا في تنفيذ هذه الوسيلة التدريبية المهمة. وشيرا إلى أن التمارين التكتيكية تعد من أرقى أساليب تدريب العملية التي تساهم في صقل مهارات القادة والأركان في إعداد وثائق القتال وإدارة العمليات القتالية. ودعا رئيس واركان محور تعز المشاركين في التمارين للإستفادة والعمل على تطبيق المهارات المكتسبة في معركة الدفاع عن تعز ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية. كما أشهد المجيدي خلال حضوره الدورة الخاصة بالقيادة والسيطرة التي ينفذها اللواء 170 دفاع جوي أشهد بالجهود التدريبية التي يبذلها اللواء في تنظيم الدورات المختلفة مستعرضا أهمية القيادة والسيطرة وتأثيرها على المعركة وضرورة إتقان العمل على أجهزة الاتصالات. داعيا منتسب الدورة إلى استفادة من مفاهيم الدورة وتطبيقها في الميدان العملي. وما زلنا في تعز حيث كشف مصدر أمني مسؤول أن ميليشيا الحوثي الإرهابية دفعت مؤخرا بعناصر من تنظيمي داعش والقاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المحررة. وضف المصدر أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية رصدت إرسال الميليشيا خلايا إرهابية إلى مدينتين تعز والتربة لتنفيذ اغتيالات وعمليات إرهابية تسهدف مسؤولين عسكريين وأمنيين وحكوميين. المصدر أوضح أن الميليشيا الحوثية دفعت بهذه العناصر الإرهابية التي تنتمي لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين من منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرتها شرقي مدينة تعز بعد أن قامت بتزويدهم بعبوات ناسفة ومعدات لوجستية وأسماء الأشخاص الذين تخططوا الميليشيا لاستهدافها. وأشار المصدر إلى أن ميليشيا الحوثي تحتضن عناصر من تنظيمي داعش والقاعدة في معسكر خاص بمنطقة الحوبان ووفرت لهم كل الإمكانيات العسكرية والمالية فضلا عن استقطاب عناصر آخرين وتجنيدهم لصالح التنظيمين بهدف إرسالهم إلى المحافظات المحررة لتنفيذ عمليات إرهابية. في صادة يواصل العشرات من مزارعي فاكهة الرمان الاحتجاجة تنديدا بقرار جائر لميليشيا الحوثي الرهابية قضى بمنعهم من تصدير المحصول وحصر العملية على شركة تابعة لقيادة حوثية. مصادر محلية قالت أكثر من ستين مصدرا زراعية لفاكهة الرمان دخلوا في إضراب مفتوح عن التصدير رفضا لسلسلة قرارات أصدرتها الميليشيا الحوثية لصالحها باسم مكتب الزراعة في المحافظة. وفي يوليو الماضي بالتزامن مع بداية موسم جني محصول الرمان وتصديره إلى الخارج أصدر القيادي الحوثي المدعو الزكري المتوكل والذي ينتحل منصب مدير مكتب الزراعة في صعدة سلسلة من القرارات التعسفية المدمرة لقطاع الزراعة. تشمل إلغاء عشرات المؤسسات التجارية الخاصة التي تعمل في تصدير الرمان. وقال مزارعون وناقلون وتجار إن المؤسسات التجارية المعنية بالتصدير اتفقت على إضراب شامل رفضا لتلك القرارات حتى تراجع عنها. منظفين أن تلك التعسفات الحوثية كبدت المزارعين والمصدرين خسائر باهظة بسبب مساعي الميليشيا في التحكم بالسوق وفرض جبايات دون وجه حق بمبالغ باهظة لصالح مسؤولين حوثيين يريد تحويل التصدير إلى صالحه. أجلت محكمة في محافظة شبوى موعد انعقاد الجلسة الثانية للنظر في قضية اقتلال وتصفية مدير مكتب الصحة في مديرية بيحان عبدالله الباني التي كان من المقرر أن تنعقد اليوم الخميس. وقالت أسرة الضحية إن محكمة الاستيناف أبلغتهم بتأجيل موعد انعقاد الجلسة الثانية المقرر اليوم دون أن تبلغهم بتحديد أي موعد آخر. متهمة النافذين بالعمل على عرقلة سير إجراءات القضية وتأخير عملية البت فيها بهدف حماية مرتكب الجريمة التي وقعت في أبريل من العام الماضي داخل مصلى العيد في مدينة بيحان. وكانت أسرة الشيخ الباني قد استأنفت الحكمة الصادرة عن محكمة عتق الابتدائية برئاسة القضي ياسر سيلان والقضي بأعدام أحد المتهمين في الجريمة رميا بالرصاص حتى الموت. وحبس 12 متهما آخرين لمدة 7 سنوات. وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي استأنفت محكمة عتق النظر في ملف القضية المنظوري أمامها قبل أن يقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة وتحديد يوم الخميس موعدا لنعقاد الجلسة الثانية التي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى. مثل خطاف المقدم علي عشال ضربة قاصمة للمجلس الانتقالي والذي أصبح في مواجهة الرأي المحلي المطالب بالكشف عن مصير المختطفين والإفراج عنهم ومحاكمة المتورطين فيها. أعاد تأقاضية اختطاف المقدم أعلي عبدالله عشال الجعدني ملف المختطفين والمخفيين قسرا في سجون المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في عدن إلى الواجهة والذين لا يعرف عن مصيرهم شيئون منذ سنوات. وقد مضى قرابة شهرين على اختطاف عشال دون أن تكشف الأجهزة الأمنية عن مصيره التي لم تأتي منذ ذلك الحين سوى ببياناتين صحفية متتارية تتحدث فيها عن معلومات مكررة عن اختطافه ومن يقف وراءها والتي من خلالها حملت قيادة ما تسمى بمكافحة الإرهاب في عدن المسئولية ممثلة نأب المدعو يسران المقتري مع عددين من عناصره إدارة أمن عدن التحدثت في بياناتها السابقة أنه كان قد تم القبض على أحد المتهمين وهو المدعو سميح النورجي إلا أنه أفرج عنه بناء على طلب من يسران المقتري الذي غادر مع نائبه المدعو سامر الجندب إلى خارج البلاد منتصف يونيو الماضي على حد قولها منقف الأجهزة الأمنية والتشكيلات الانتقالي الذين لم يخرجا بنتيجة أدى إلى تصاعد الأصوات القبلية والشعبية المطالبة بالكشف عن مصير عشال كما أعاد تأملف المختطفين والمخفيين قسرا في سجون المجلس الانتقالي إلى الواجهة وأصبحت المطالبة بالكشف عن مصير عشال مرتبطة بمطالب الكشف عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الانتقالية ووفقا لرابطة أمهات المختطفين فإن عدد المخفيين من أبناء المحافظات الجنوبية بلغ 62 مخفيا قسرا واثنى عشر معتقل نأت عصفيا من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالية بينها الإخفاء القسري للمقدم عشال الذي تعرض للخطف في الثاني عشر من يونيو الماضي بمدينة التقنية في عدن وبدلا من الكشف عن مصير عشال وإنهاء الوضع المحتقن ذهبت قوات المجلس الانتقالي لقمع المتظاهرين وأطلقت الرصاص الحي عليهم في الثالث من أغسطس الجاري بمديرية خور مكسر ما تسبب بسقوط جريحة وما يزال التصعيد القبلي والشعبي مستمرا في الوقت الذي تتوسع فيه عقدة المجلس الانتقالي من الاحتجاجات تحت مزاعم المندسيناء والمؤامرة ويبقى السؤال الأبرز الذي يتردد على ألسنة المواطنين وفي شبكات التواصل الاجتماعي أين عشال أدنى تحلف ميثاق العدالة لليمن حملات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القصري في العاصمة المؤقتة في عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي مطالبا بفتح تحقيقات سريعة ووضع حد لهذه الممارسات اللا إنسانية وأكد التحالف في بان المشترك لـ 22 منظمة تضامنه الكامل مع أسر المختطفين ومنهم المقدم علي عشال داعيا إلى إجراء تحقيقات سريعة في قضايا المخفيين قصرا والكشف عن مصيرهم وجددت المنظمات دعوتها الحكومة إلى الإسراع في إحالة قضية الصحفي أحمد ماهر إلى محكمة الاستئناف لمعالجة الانتهاكات القانونية الواضحة وإطلاقه دون قيد أو شرط وذكر البيان أنه على الرغم من الانتهاكات القانونية الخطيرة والمرتبطة بقضية الصحفي ماهر فقد حكم عليه باستجن مدة أربع سنوات يمثل تهديدا لحرية الرأي وترسيخا للنهج الأمني في التعامل مع الصحفيين وانحرفا خطيرا في مسار العدالة وأضافت قضية إخفاء المقدم علي عشال الجعدني أثبتت أن سلطة المسؤولة عن هذه الانتهاكات تخالف القانون بشكل واضح وصريح مشيرة إلى أوامر القبض في عدن على قائد قوات مكافحة الإرهاب يسران المقتر ونائبه سامر الجندب المسؤولين عن إخفاء عشال وغيره في حضرموت أبدى مواطننا في مدريات الوادي والصحراء استياءهم جراء فرض السلطات رسوما شهرية على أولياء أمور الطلاب دون أي استناد قانوني لذريعة ضمان استمرار العملية التعليمية في المدارس الحكومية ورفع الإضراب المتواصلي منذ سبعة أشهر وفدت مصادر تربوية في وادي حضرموت ليمن شباب إن السلطات المحلية وجهت مدراء مكاتب التربية والتعليم بإلزام أولياء الأمور بدفع مبلغ ألفين ريال عن كل طالب بشكل شهري وكانت السلطات المحلية قد أقرت خلال يوليو الماضي زيادة تقدر بخمسة وعشرين ألف ريال في رواتب المعلمين والمتعاقدين إلا أنها لم تلب مطالب النقابات التعليمية التي أعظنت استمرار الإضراب يواصل القضاء في محفظة الخبيل سقطر إضرابا عن العمل منذ نحو أسبوع احتجاجا على تعسفات لقوات الحزام الأمنية تابعة الانتقالية الجنوبي المدعوم إماراتيا وقالت مصادر محلية أن إضراب القضاء في سقطر يأتي للتنديد باعتداء عناصر من الحزام الأمني على قضاء وتفتيشهم ومصادرة مقتنياتهم في حاجز أمني يأتي هذا الاحتجاج على وقع تصاعد الغضب الشعبي ضد القوات الإماراتية في الجزيرة والقوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي في ظل اتساع رقعة الانتهاكات التي ترتكبها تلك القوات يعاني السكان في مدينة التربة مركز مدرية الشميتين من تهالك الشوارع ويزداد الأمر سوءا مع هطول المطر ما تحول معه الشوارع إلى مستنقعات مائية في ظل غياب للبنى التحتية ليست طريقا ريفيا أو مسلكا إلى منطقة نائية بل أحد الشوارع في حاضرة الحجرية حيث الشوارع المتهالكة وكذلك الترابية مدينة التربة مركز مدرية الشميتين جنوبية محافظة تعز المدينة الأوفر حظا في الإيرادات والمكتظة بعشرات المنظمات المحلية والدولية حتى عهد قريب شوارع التربة ومدينة التربة لم نشد فيها إصلاحات بالذات في مجالة القروقات والنظافة وهذا موضع حيث لمدخل أحد منظمات الكبيرة المتواجدات في زبحان من أصل من أصل عشر منظمات تقريبا في زبحان تغرق شوارع المدينة بالوحل والنفايات فمستوى تهالك شوارعها جعل منها مستنقعات مائية عند المطر ما تسبب بانتشار الأمراض والأوبئة لدى السكان الإدارة المحلية المسؤولة عن المديرية لم تكن بالمستوى الذي يتلاءم مع حجم هذه المديرية تشاهدون الخدمات الحفر تقد عشوائية المباني عشوائية كثيفة حتى لمستوى خلال ثمان سنوات أن يشقوا طرقات غياب الطرقات مع الوقت تخلق وشاكل تخلق حرب قديدة تشهد مدينة التربة توسعا عمرانيا كبيرا كونها الملجأ الآمن للنازحين من مختلف أرجاء الوطن مذ بدأة الحرب كما أنها البوابة الوحيدة لمدينة تاعز المحاصرة ومنفذها الوحيد لكن لا يقابل ذلك التوسع العمراني والازدحام أي تطور في الخدمات والبنى التحتية من الواضح أن السلطة المحلية أهدرت فرصة ثمينة على المدينة كبوابة تربط محافظة تاعز بالعاصمة عدن وباقي المحافظات الجنوبية واتخاذ المنظمات منها مركزا لها منذ تسع سنوات وسط شكاء والسكان من غياب الخدمات والتنمية هذا هو الواقع لمدينة تشهد توسعا عمرانيا متسارعا في ظن العدام للخدمات والبنى التحتية ولعل الصورة تغني عن المقال جمال عبد الناصر لقناة يمن شباب من مدينة التربة تاعز وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العنوين استشهاد 22 فلسطينيا في أربع مجازر للاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال 24 ساعة وقوات الاحتلال تمنع خطيب الأقصى من دخول المسجد ستة أشهر بسبب نعي استشهاد القائد إسماعي الهنية أكثر من 30 حالة وفاة وخمسة مفقودين في فيضانات الحديدة وسلطات المحافظة تدعو الحوث إلى فتح طريق حيس الجراح لإغاثة المتضررين وفي البيضاء توتر مستمر في قرية حمد صرار بعد يوم من الاشتباكات بين القبائل وميليشيا الحوثي إذن كان هذا كل ما لدينا في نشرة التاسع نشكركم على كرم المتابعة في نعياتك إلى اللقاء اشتركوا في القناة